استقبل الدكتور شاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بقصر المعاشق بعد مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية بجمهورية روسيا الاتحادية ألسكندر كيشانيك والوفد المرافق له وفي اللقاء شاد الرئيس العليمي بالعلاقة الثنائية العريقة بين بلادنا وجمهورية روسيا الاتحادية والتي يعد تاريخها إلى نحو التسعة عقود والحرص المشترك على توسيعها وتعزيزها في مختلف المجالات ومعربان عن تقته بأن يقود استئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة عدن إلى الدفع قدما بالعلاقات الثنائية بين البلدين